أكد صعدت سيد حسين محمد راجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن استراتيجية عمل تمكين للعام 2021-2025 تركز في أولوياتها على الإسهام بفاعلية في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والاستجابة لتوجهة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واستراتيجيتها في دعم الأفراد والشركات بما يرفض مسيرة البناء والتطوير في المملكة ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين خلال مؤتمر صحفي بأهمية الشراكة الاستراتيجية لتمكين مع مختلف الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات بروح الفريق الواحد فريق البحرين أعلن صندوق العمل تمكين عن استراتيجيته الجديدة للمرحلة القادمة استراتيجية طموحة جدا تضع دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل الكوادر البحرينية في سلم أولوياتها وخلال المؤتمر الصحفي بيّن الرئيس التنفيذي لتمكين سلسلة البرامج والمبادرات الجديدة التي سيطرحها صندوق العمل لتحقيق أهدافه وأولويات خطة التعافي الاقتصادي الاستراتيجية والتوجهات والبرامج الجديدة لتمكين والتي تعتبر على توافق تام مع خطة التعافي الاقتصادي الوطنية من خلال عملنا المتواصل في تمكين على مدى الخمس عشر سنة الماضية ساهم التمكين في دعم الاقتصاد بشكل كبير جدا بحيث انتهجت تمكين استراتيجيات مختلفة على مراحل مختلفة في البداية كان هناك تركيز على التشجيع على ثقافة ريادة العمال تشجيع الشركات على النمو تطور التوسع تشجيع أيضا الأفراد على التطور من خلال توسيع قاعدة مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم فتشكلت وتنوعت برامج تمكين مع مرور الوقت وفي المرحلة القادمة راح يتم طرح عدد كبير من البرامج اللي تحقق أهداف خاصة بشكل أكثر سواء برامج المعنية بتطوير الموارد البشرية والكوادر البحرينية أو البرامج اللي تركز على تطوير عمل الشركات تغييرات مهمة أجراها صندوق العمل تمكين لتطوير عمله وتعزيز أهليات تحقيق أهدافه المنشودة والتي تتميز بالشمولية والدقة لتحقيق التكامل في أداء جميع مكونات المنظومة الاقتصادية وأخذ جميع الاحتياجات والمعايير الخاصة بعين الاعتبار لمواصلة التطوير والتحديث للبرامج والمخرجات بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة طبعا مثل ما تفضل الرئيس التنفيذي بحكم البرامج الجديدة راح نطرحها والتوجه الجديد كان مهم جدا أننا نشوف طريقة العمل الداخلية ونأسس فريق لتطوير الأعمال وهذا الفريق مبني على أنه تكون فيه كفاءات مبنية على السكتر أو التخصص المعين فمثل ما تفضل أنه راح يكون فيه أكثر من فريق فريق مختص مثلا بالخدمات المالية فريق مختص بالتكنولوجيا والاتصالات فريق مختص بالمجالات الابتكارية والابداعية فريق مختص بمجال السياحة والصحة وما شابه ذلك الفكر طبعا من تأسيس هذا الفريق أننا نكون أولا نباشر أو نكون على اتصال مع القطاع الخاص بصورة مباشرة بصورة تكون اكتف وبرو اكتف وأننا لا ننتظر الشركات التي لنا نحن نحاول أن نطلع برا ونساوق البرامج ونشرح للشركات كلها البرامج اهتمام صحفي كبير أبداه مراسل الصحف المحلية والدولية الذين حضروا المؤتمر مشيدين بما تم عرضه من خطط وبرامج شاملة وواعدة وتعزيزها بإطلاق هوية جديدة لتمكين تعكس أهمية التغيير في جميع ممارسات ومبادرات الصندوق على المستوى الداخلي انطلاقة جديدة ومحورية في مسيرة عمل صندوق العمل تمكين استراتيجية واعدة وأهداف طموحة ورؤية واضحة لتحقيق ودعم الاقتصاد الوطني والتنفيذي أولويات خطة التعافي الاقتصادي يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين لاحظروا أنت عمر بحثي من خطة التعافي انطلاقة قدوم بحثي من خطة التعافي اجتبع الأخبار مهمة اتفاق